عملية أمنية نوعية ومعقدة نفذت القبض على خالد مسعد الملقب بخالد السيد أحد منصقي خلية داعش التي كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة اللبنانية واستهداف شخصيات دينية وحزبية تفاصيل العملية أحيطت بالسرية التامة ونفذت بحرافية عناصر من عصبة الأنصار الإسلامية وحركة حماس تولتا المهمة النوعية خالد السيد كان تحت الرصد قبل وصوله إلى مركز حزبي إسلامي في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوي حيث كانت سيارة أحد المسؤولين السياسيين الفلسطينيين بانتظاره لنقله بعد استدراجه إلى أحد حواجز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي للمخيم حيث تسلمته مدريات المخابرات في الجيش اللبناني للتحقيق معه ثم سلمته لمدرية الأمن العام لاستقمال التحقيق العملية تمت بسلاسة بحسب مصدر متابع للميادين ومن دون عقبات تذكر في المقابل فرضت مجموعات تابعة لحركة حماس وعصبة الأنصار إجراءات أمنية مشددة في منطقة العملية تحسبا لأي تطورات أثناء تنفيذها بتسليم المطلوب الرقم واحد حاليا في عين الحلوي إلى الدولة اللبنانية تفتح صفحة جديدة في العلاقة الفلسطينية اللبنانية كونها المرة الأولى التي يسلم فيها مطلوب على هذا المستوى وهي بحسب المصادر رسالة برفض تحويل المخيمات إلى ملجأ للجماعات التكفيرية غير أن التحدي الأكبر يقمن في استكمال خطوات تسليم المطلوبين الذين ما زالوا يتورون داخل المخيمات ترجمة نانسي قنقر